السلام عليكم مرحبا بكم في قناة باردي ديجو كذيرين اتخباركم كنتمنى تكونوا دائما بخير على خير وفي احسن الاحوال وشكرا بزاف على التعليقات الرائعة اللي دائما كتفرحني اليوم غنحضرو هاد الكابكيك ولكن ماشي اي كابكيك غنديروهم بوحد طريقة مختلفة بالبانان وشوكولا كي جيوا من الاد الكابكيك اللي ممكن تدقو في حياتكم الناس اللي كي ياخدو لي كوموند فهادي شي حاجة اللي غتحمر لكم ان شاء الله وجهكم عالكليان كي جيوا لديدين بزاف واسفنجين من الداخل ماشي مدقصين ماشي معجنين نهائيا غنزيدوهم واحد الاضافة اللي غتخلي هاد القمم ديالهم كي جي بحال هكا خفيف نمشيوا على بركة الله نشوفوا المقادير والطريقة غادي نحتاجو جوج بانانات اللي حجم ديالهم متوسط شوية هنا باش ممكن نديرو كبر منهم شي شوية ماشي مشكل وباش تعرفوا راسكم مزيان اشنو كتديرو غادي نعبروهم في الميزان فهاد اللي خدمت بيهم انا فيهم بالضبط ميتين وخمسين جرام ممكن تديرو اكتر شوية مثلا 300 جرام او 350 ماشي مشكل غير لهاد البنانات يكونوا طايبين مزيان الى ما كانوش طايبين غا ندخلوهم الفران على مية وخمسين داراجة لمدة خمستاشر دقيقة يعني كنحطوهم فوحد لاطا بحال هكا كم نغطيهم موالو غير ممكن تفرشو لهم ورقة الطبخ ودخلوهم الفران لمدة خمستاشر دقيقة غادي نحتاجو ميز قرام ديال السكار ولقد تسيركا 098 ميليليللتر وgreat كمei ragtرل 80 جرام ديال زيت كميليليلتر 60 ميليلي لترد mü 50 جرام ديال شوكولاد ممكن تحتوى هنا ettب شوكولاد او قطع كبيرة للشكلاد ممكن تقطعوها طريفات وتخدمو بها وغنحتاجو 185 جرام ديال الدقيق حتى هي غنعبروها ان شاء الله بالكاس وغنحتاجو 8 جرام من خميرة الحلويات والاضافة اللي غدي تزيدها ترتب لنا هادلي كبكيك كتار وتخليهم طالعين اكتر هي نص معلقة ديال بيكاربونات سوديوم وقبيصة ديال الملحة فهنا كناخدو هاداك البانان كنديرو انا كندير الملحة اللويل باش ما ننساهاش قدرتها مع البانان وكنطربوه بطراب كهربائي اللي كنطلعو بها الكريمة كنطربوه مزيان حتى يدوب هاداك البانان مايبقاش قطع هادشي علاش ضروري البانان خصو يكون طيب مزيان او نطيبوه في الفران وغادي نضيف واحد البيضة ومعي لقا ديالنك هادي الفاني انا خدمت بهادي لما عندكم شو ممكن تديرو كيس ديال سكار فاني او ديرو قشور ديال بورتوقال او الحامد اللي بغيتو وضفت السكار سينيدا وكنخلطوه كنخلطوه حتى تنساجم هادا المكونات بحلي كنحاولو ندوبو السكار من بعد كنضيفو الزيت ثم غنضيفو الحليب سفيو هنا غنحيدو طراب الكهربائي غنكملو غير طراب يداوي غادي نضيفو دقيق بشوية بشوية هنا الكاس الليول ممسوح يعني عمر حتى الخر ودوزت واحد الحافة ديال سكين او معلقه باش كي كل كاس ممسوح دقيق بطبيعة الحال ضروري نغربوه وكنخلطو بطراب يداوي وغادي ندير الكيمية اللي بقات في الكاس هنا عطاتني كاس ديال العنبه مع مرش وغادي نحتاجو 8 جرام من خميرة الحلويات اللي كنغربلوها دائما الخميرة نضيفوها في الوسط او الاخير ما نضيفوهاش في الول يعني ما نضيفوهاش على السوائل باش كتعطينا نتيجة زوينا وهنا نص معلقه ديال بيكاربونات سوديوم ممكن تلقوها في الصيدريات فكنحتاجوها في الكوكيز في هادلي كابكيك عندها بزاف ديال استعمالات وكنحتاجوها ايضا حتى في تنظيف كنديروها مع الخل او الحامض حتى في تنظيف ديال المطبخ وهنا هاد حبيبات شوكولة غادي نزيد ليهم واحد معلقه من دقيق الكيمية ديال الدقيق الاخيرة وكنخلطو بحال هكا باش من اللي كنضيفوهم الخالط مينزلوش لينا يبقاو موزعين على الكابكيك كلو سافيو كنخلطو حتى كتنساجم هاد المكونات ولكن ما نبالغوش بزاف هادي الكيمية اللي بقات ديال الدقيق لاني اول مرة كنخدم بهاد المقادير فما ضفتش الكيمية كلها مرة واحدة وغنضيفو حبيبات شوكولة هنا هاد اول قوام كيكون هاد القوام ديال الكابكيك يكون شوية تقيل على القوام ديال الكيك هنا اضفنا حبيبات شوكولة سافيو كنخلطو ما نبالغوش بزاف ما نبقوش نخلطو بزاف غير تنساجم هاد المكونات سافيو انا غنفرغها في هاد الكاس اللي غايسهال عليها اننا نعمر هاد الكيسات او الكويرتات ممكن تخدمو غير بمعلقة انا ما كانش عندكم ماشي مشكل هاد الكاس غادي غير يسهل علينا هاد الكاس غادي غير يسهل علينا سافيو كم دون عمرو وهنا غنعطيكم واحد لاستيوس باش يطلعوا ليكم ماشي غير هاد الكابكيك اي وصفة خدمتو بيها باش جيكم طالعم زيان اللي كابكيك عادة كنخليوهم يباتوا في تلاجة او كنخليوهم واحد العدد ديالساعة في تلاجة باش كيجيونا طالعين ومقبين فانتو ما ممكن دخلوهم غير المجميد الى ما عندكمش الوقت دخلوهم المجميد واحد عشرين دقيقة انا صراحة خليتهم اقل خليتهم تقريبا 15 دقيقة سافيو دخلتهم الفران يكون سخون مزيان على 180 دراجة شعلت عليهم الفوق والتحت وخافورن غازي فاش طيبتهم ولكن الفوق النار مهيلة ردو البال متعليوش النار تكون مقتولة من الفوق مهيلة وكنخليوهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا من الفوق والتحت الى بانوليكم وغاد يتحمروا من الفوق اسرع فطفيو الفوق وخليوهم يكملو طيب ديالهم من التحت وهذا هو شكلهم بعد ما خرجهم من الفران جاوا طالعين وخاء انا حطيت المول شوية مايل فكيجيوا طالعين كيجيوا لدادين بزاف خفافين وارطبين صراحة وصفة اكتر من رائعة مكرهتش انكم تجربوها باش تعرفوني مزيان عليش كان هدر شكرا لكم على حسن المتابعة او الى عندكم اي سؤال او ستفتة ما تردوش شكرا لكم والى اللقاء